من إمرأة ببيئة ما بتشجع على الشغل لدينا مش شركة شو صار؟ فينقلك إنه من وقت اللي اتضايت بالحياة أو اتضايت بالحياة العائلية لوقت اللي اتضايت بالحياة المهنية ما كنت عطلي عن عمل أني كنت عم اشتغل كتير كنت عم اشتغل بالحق الاجتماعي كنت عندي عمل اجتماعي عمل ثقافي عمل تربوي كنت على عدة بوتس يعني كنت مع صديب الأحمر كنت مع فستيبال بعلبك من بعدها كنت مع فستيبال بيت الدين كنت بالألومناي أسوسيشن طبعو الأيو يعني كنت على بوتس عدة عدة جماعيات ومن هناك تصابت خبرة كتير كبيرة ومن بعدها سأبت أنه في صديقة للي كانت كتير بتقدر الشغلة اللي أنا اشتغلته التقينا بالصدفة مع فريد على عشا ومعه هي كانت ست كتير شخص مرمو وقالت له عندك سيدي عندك زوجتك كتير شاطرة نحن منهنيك على شغلة سأريسمع كم مرة طلب بني قال لي ماذا لي كان قدي شاطرة ليش ما بتجي تشتغلي معنا بالشركة هو هيك على عشا قال ليك دغري لا من بعدها بكم يوم يعني بعدها بفتكر برمت شوي براسه وفكر برمت براسه وقال لي ليش ما بتشتغلي معنا بالشركة يعني اشتغل معكم بالشركة انتم ما عايسوني على كل حال إذا بتكونييني بتكونت تراجلوني تكبرت عليه يعني تكبرت عليه وهو كان كتير كتير بحب النكتة يعني كان شخص كتير بيتفهم تايدالي ايه كتير مني متراجيكي ستوفا تفضل وهيك صار فحياتي المهنية بتديت كتير مؤخر بلشت بالامج بلدينج يعني انا درست يعني انا كتشايفة انه المنتوجات طبعوتي كتير متفوأ فعلا فيه امتياز بالتصنيع فيه امتياز باستيراد المويد الأولية بكل كان فيه امتياز انما وصلنا لمحال كنت بحس انه ما كان البرسيبسيون ما كانت البرسيبسيون طبعوه البضاعة على قد مستوى البضاعة وهي دا اللي اشتغلت جالي اخذك على الامج اخذني على الامج اخذني على الامج بلدين موسيقى